المسيح واحدة من أسماء المسيح التي تكررت في فترة الميلاد وفي حياة يسوع وخدمة يسوع المسيح هو النور نور العالم النور الحقيقي نور إعلان للأمم المشرق نور من الأعالي الجالسين في أرض زلال الموت أشرق عليهم نور فالكلمة تتكرر عدة مرات وهذا النور أحبائي صفة أطلقت على المسيح على المسيح ليه؟ لأنه دلالة على الخلاص فيها فتح عيون مكتوب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته يقول أيضا أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب فإذن هذا النور مش بس صفة ومش بس طبيعة يسوع المسيح هذا اختبار عن يسوع المسيح قال يسوع المسيح أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة المسيح قال أنا هو نور العالم في العهد القديم في مزمور سبع وعشرين قيل عن الرب يهوى الرب يهوى نوري وخلاصي فإذن من هذه الآيات نستشف أن المسيح النور شو النور؟ لن عنده القدرة أن يفتح عيون العمي فالمسيح فتح عيون العمي وفتح عيني المولود أعمى خلق له عيون جديدة والمسيح عندما تقابل مع شاول الترسوسي على الطريق إلى دمشق اسمع مقال لشاول قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين فالظلمة هي كلمة مترادفة لكلمة الجهل وأيضا الظلام وسيادة الشيطان لكن عندما نتحرر من يسوع نتحرر من خلال يسوع المسيح فالمسيح يحررنا من الظلمة عندها ينطبق علينا كمقيل ولا تشتركوا بأعمال الظلمة الغير مثمرة بل بالحري وابخوها هذا وأنكم عارفون الوقت أنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور وهذا النور أحبائي من خلال شخص الرب يسوع المسيح اللي عند ولادته قيلت هذه الكلمات العظيمة عن شخصه المبارك يسوع المسيح هو نور العالم شيء آخر تعرفوا لما تنبأ الشعياء في شعية 42 آية 6 وشعية 49 آية 6 والرسول بولوس اكتبسها في أعمال 13 آية 47 نور للأمم كان بيتكلم عن يسوع المسيح وفعلا هاي النبوات قيلت في زمن تنبأ الشعياء أن أصباط إسرائيل ستأخذ إلى السبيل الأشوري فعلا هذه الأصباط اللي رأت الظلام وجلسوا في ظلمة هذا الموت هم الذين أشرق عليهم نور من خلال مجيء النور يسوع المسيح اللي هو نور العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر